وقرب يا خالي قرب هذا هو الحكي اللي عليه على مار الله أكيد لك بتنافس برغرتين هاي اللي وصارت على اللحمة اللي اتلق بالضلبية ما بتروح جماعة اللغوصة والسقسة اكيد لازم تجربوا هاي الحركة يعني اذا ما وصغت شفايفة بتمك وتسقسة أكل الجسمة يعني ما بتحس على الأكلت هاي اللحمة اللي اتلق عليها فارطة شو هاي بتقسمها هاي هاي فارطة هاي فارطة هلا بداية لما تفكر تأكل أطيب برغر لازم حصرا تساوية بالبيت ولازم دائما تعرف تطبق هندسة البرغر اللي حنطبقها مع بعض بداية خلونا نتفق انه أصل البرغر باللحم لحم البقري اللي هو لحم العجل لكن لما بدك تتميز كتير لازم تجيب لحم بقري وتخلطه مع لية خاروف واذا بدك تتميز اكتر بتحط نص لحم بقري ونص لية خاروف بس انا بوعدكم انه هاي قطيب برغر انه لتجيبوها بلحم خاروف فقط فبالنسبة لكم انتوا اختاروا نوع اللحم اللي بدكم يعان انا جبت كيلو لحم متل ما شايفين هيك الخاروف البلدي الاصلي كيلو لحم 80 بالمية هبرة و20 بالمية لية خاروف تمام هذا الاعيار الاصلي يعني اللي بدكم تاكلوا اكلة مطوبة عليها طيب يا شيك بيلال انه فهمنا هذا الترتيب وين الفن وين الهندسة بالموضوع لكل شغلة فيه الى اسرار ومعلمية وخبرة فدائما لما بدكم تاكلوا البرغر لا تفرموا اللحمة وشين او وش عن ناعم انا فارم هذه اللحمة تبعي وشين على الخشين شايفين هذا الفراغات بقلبها هذه الخشونة بتخلي فراغات خصوصي لما تدوب الليه بقلبها هي اللي امتاكلها بتفرط معك بهذا الشكل تمام فهذا سير من اسرار المصلحة لا تخليها تجلد معك لا تخليها تبقى مثل طبقة الجبنة تمام؟ هذا الكيلو تبعي حاسمه هنا على 6 اقصى طبعا بعد ما فرمت اللحمة على الماكينة لا دعكتها ولا ساوي تلا شيء طبعا شايفينا كاشف بلال السمتون وين اللي بهارات؟ هذا الفيديو خاص لجماعتي جماعة الفني يعني والزوء الرفيه يعني جماعة اكيلة اللحم هذا الفيديو من دوم بقسمات من دوم بيض من دوم مدري شو لحم اكيلة لحم لحم الحل يعني ما حطينا شيء ناخد اللحم هيك طبعا تسموه بشكل نظري يعني فيكون بتحطوا بأي نايلو او ورق زبدي موجود عنكم هلا فيكون تكبسوهن هيك بقيبكون يعني تمام؟ فيكون عنكم صحان تكبسوهن بالصحان فيكون عنكم غطأ بريق شاي كمام فيه فيكون تحطوه بقلب الصحان او بقلب الغطاء تساوون هيك بقيبكون يعني شغلتها بسيطة يعني شايفين بهذا الشكل كبسناها وما في احلى من هيك منساوي الكمية كلها طبعا انتو شلو متاقدوا اللياس اللي بتكون يعني على حسب الخبزة الموجودة عنكم خبزة كبيرة بتحطوا اللحم عليها لازم تكون اكبر من الخبزة بشي نصف صانطي لانه حط كش شوي ويا عيني عليك يا شيف بلال هلا اسمناهم هيك بهذا الشكل يا سلام وراحنا انتقل للخطوة اللي بعدها لما بدك تطرز الفن على طريقة شيف بلال انا بنصحك دايما تقلي شرايح البصل بهذا الشكل هيك وشرايح البندورة وهلا يا خالي بننزل على اول ويش بس بالملح والفلفول طبعاً اللي بده بهار برقر للجاج ولا اللحم أنا نزلت لكم فيديو بزمناته عن البرقر اللي محشية وعملت لكم بهار برقر خرافي يعني كتير طيب ساول خلطة وخلوها نكون أما كيلة اللحم اللي ما بدهن بهارات أبداً لا بيض ولا غير ولا غيرات وملح وفلفل على هذا الترتيب يا خالي ننزل ايه والملح على أول وش ومنسى الفلفل يا خالي ولا منجيب أول حبة برقر برقر ولا هم برقر مين اللي بيعرف شو الفرق وليش برقر سموه برقر أو هم برقر اللي بيعرف شو الفرق يكتب لنا بالتعليقات واللي ما بيعرف يضل معنا لآخر الفيديو منقلكم شو الفرق بيناتهم ننزل يا خالي بقوة اللحمة طبعاً على مقلاقة حامية ننزل بالثاني يا خالي لازم يكون مقلاقتنا حامية وقط ينزلوا على مقلاقة حامية لازم نملكهم ونخلقهم من الوش الثاني نتركهم هاي دقيقتين ثلاثة اربع دائق لا يأخذ وشه من تحت مية بالمية بعدين ننقلقهم على الوش الثاني من دوما نحرقهم نهائياً ولا بتطلع مية أو عصارة اللحم اللي داخلها بسم الله هاي بسم الله وإليه اللي خالي هاي هي البرجر اللي متل ما نأخي لكم فيها خراغا ومصرفة بطعاً طعيم تقول الرزق يا قلبي بتاعشوفلي على هاتحة وعلى هاتحة بطعات اللي بقلبها اللي ما بترحم لكفار فطر من هلا يا أخي بسم الله تصدري هون يا ربي لخيلة هاي دولة الحكي لي عنه على ماء ومننزل بالباقي ومنرجع لكم أهم شي يا أخي لا تنسى تجيب خبز البرجر ساوية لكم بالحلقة اللي قبل هاي تفتحها هايك بالخبز وتحمصها هايك بالدهنات اللي زادوا عندها شوكولي على هالدهنة والسقسة اللي نزلتهم منحمس الخبزة تبعنا فيها هايك يا سلام هذا هو الحقي اللي عليه علامات البدنية بعد ما سوينا اللحمة تبعنا وكل شيء عروه منجي الهندسة البرجر منحط الخبزة تبعنا ومننزل عليها بالمايونيز وهلا منجيب الخس يا خالي وهلا منحط البندورة وهلا مننزل عليهم باللحم يا خالي منحملها هايك ومنقلة تصدري اسموه للساعة صخنة تتصدر هيك مكانا وهلا كونه للساعة صخنة فورا بتجبنا الأشاوان اللي عنا فورا من الحاب حبة تشيدر وهلا منجيب شرايح البصل اللي ساويناها او فيكون تساوي بصر مكرمال وتحطوه هذا شيء اختياري موضوع اللي مخلل هي شغلة اختيارية بسدوني اذا حطيتو كمان طيب كتير وبيعطي نكهة خرافية هلا منجي للغطة طبعنا انا بنصحكم تحطو بربكيوم دخن بيعطيكم نكهة خرافية وهلا فيكن تحطو معون اما كتشاب او اي عصوص انتو بتحبوه بس انا حدلكم عصوص كتير طيب بتحطو معوه اللي هو خمس معلقة مايونيز ومعلقة كتشاب ومعلقة بربكيوم دخن وفيكن تضيفو مع هذا الخليط اما معلقة مرئة مخلة او معلقة خردل او معلقة خل وهلا منغطي الامبراطور تبعنا يا غارب موسيقى وقرب يا خالي قرب هذا هو الحكي اللي عليه على مار هذا هو الذهب يلي بيلوله عيار 24 واتفاقنا للكون شو الفرق بين البرجر والهامبرجر طبعا الهامبرجر فيه روايتين الرواية الاولى اللي هي انو بيلحم الخنزير تمام والرواية التانية هي نسبة للمدينة ايطاليا اللي اخترعوا هن الهامبرجا وهي اسمها هامبورغ فسموها عليها فانتو انو رواية بتنصحونا نسدد فهلا خلونا ندوق يا خالي بسم الله بننزلنا هيك اللي زيحوا يا خالي لهون منقل لهذا الصحان ارجع هيك كنارين بتحطوا هذا الاختراع هون وبتمسكوا هيك بسم الله يا سلام هاي هي البرجر شوف يا خالي شايف العصارة هاي العصارة على اللحمة اللي تتلق بتضل فيها ما بتروح يعني لحمة طرية خير قوة هاي هي الاساسية هاي ولا ننسى هاي السحبة والله يا حجي عندها كون المايونيز تعملها هاي الدغري روباسي عنكم هون اما الكتشاب او البربكيو المدخن واحد اثنين بتكونوا تحطوه اجباري على الصخرة وبالنسبة للصوص الاساسي اللي بتوع البرجر دي قتلكون عليه مايونيز كتشاب بربكيو ومعلقة خلق او خردال او معلقة اللي مخلق مرقة اللي مخلق تجربوه على نصيحتي وكفالتي الخاصة هاي اللي احمل دي قتلك عليها فارطة شو هاي بتقسمها هاي هاي فارطة خارطة ما بتعليه بتلم او بتجلل هيك مثل الجلدة جماعة اللغوصة والسأسة اكيد لازم تجربوا هاي الحركة تعمل لك هاي جماعة اللغوصة والسأسة بسم الله يعني اذا ما وصغت شفايفك وتمك وتسأسع كل جسمك يعني ما بتحس حالك اكلت يا جماعة طعمة البندورة المقلية بالفعل بقلبة خرافية جربوها وعلى ضمانتي خاصة والبصل بالطريقة اللي اعطيتكن ياها وطبقوا هالمكونات وصدقوني بتاكلوا اطيب برغر وانا بتحداكم بعد تشتروه من المحلات لانه نحنا اتفقنا على شي انه اللي بده يأكل برغر طيبة حصرا بساوية بالبيت اعطونا رأيكم بشغلنا واعطونا رأيكم بهي الوصفات حشان نقدم المزيد ونستمر فلا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا زر تفعيل الجرس وزر لايك فلا تنسوا تشتركوا في القناة حشان نقدم اشتركوا في القناة